صباح الخير يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنبدأ فخمتين مع بعض هما الجاف والخشب الخمتين دول بيهيقونا لخمات تانية الجاف بينقلنا من الرصاص للحبر لاني بقدر اجيب منه تونات مختلفة كتيرة زي الرصاص والتقنيات بتاعته شبه تقنيات الحبر والخشب بتنقلنا للصوفت باستل لان هما الاثنين عبارة عن اكاسيد لون مع سمغ والاثنين برضو احنا بنعتمد فيهم ان احنا بنكون الوين نفسها على اللوحة هنبدأ الاول بالجاف ميتة الجاف ان هو شبه الرصاص ان انا بعرف اجيب منه تونات كتير لما بتحكم في حساسية ايدي وبقدر اشتغل به بطريقة التهشير وبقدر برضو اسيح به زي الرصاص بحيث مثلا هو ممكن يديني ملمس ناعم زي مثلا ما هعمل في اللوحة دي في القماش بس برضو ما سيحش قوي لدرجة ان انا ألغي شخصية الخامة طيب هنشتغل ازاي الخامتين سوا احنا الاول هنبدأ بالجاف هشتغل بي اماكن الدل يعني هعمل كتنات الغمقة والوسط وطبعا هدرج الوسط لمنطقة الفتح يعني بالزبط بعمل لوحة دراسة بالقلم الجاف ونحاول ننسى خالص ان احنا هنشتغل الخشب وناخد وقتنا جدا في مرحلة الجاف وبعد ما تخلص بشتغل الفواتح اول ساعات الاضاءة بالالوان الخشب كدنا بدأت تعمل الاوتلاين بتاعي بدأت بالجاف على طول بس بخطوط خفيفة خالص خالص ببدأ حط كورتة التكوين واماكن العناصر وبعدين ببدأ واحدة واحدة اكد على الخطوط النهائية بس برضو ما تكونش خطوط تقيلة لدرجة التحديد لان التزليل في الاخر هو اللي هيديني الشكل زي معيني عملته في الرصوص حاجة مهمة بقى واحنا شغالين ان احنا يكون جانبينا دايما او مسكين في قدينا منزيل علشان دايما نمسح الالم في المنزيل ده مسلا كل عشر ثواني مسلا على حاجة علشان الحبر اللي بيتجمع في الاخر الالم ممكن فاجي اقوم سايب لك نقطة صودة على اللوحة فكل شوية لازم نمسح الالم ممكن في الاول تنسوا كده بس بعد كده هتلاقوها خلاص بقت عدة وانتو شغالين يعني وكل ما كانت جودة الالم حلوة كل ما كان الموضوع ده اقل كتير انا ممكن اقول لكو على ال او اسب لكو صورة الالم حتى اللي انا شغالة بيا انا بحب اشتغل بقلم يونيبان آم عريض شوية مش رفاية هسيب لكو صورته مسلا في قامنتو او حاجة الالم البيك كمان كويس والستادلر كمان كويس كده بعد ما خلصت الاوتلاين ببدأ اعمل بقى ايني احدد اماكن الضل بتاعتي وابدأ اعمل التحضير التحضير بيكون زي بدنا بنشتغل بالقلم والروسوس عادي زاوية 45 درجة وابدأ اجيب اخف تون ممكن اجيبه من القلم لما بشتغل مش بشتغل بالقلم رايح جاي انا بشتغل في اتجاه واحد يعني هي ممكن تكون الحركة بان سريعة حتى لو مش مسرعة الفيديو بس انا ما بين كل خط والتاني انا ايدي بتترفع يعني بس مش بنشوفها يعني اللي بيتفرج ممكن ما يشوفهاش بس هو مفلن انت ايديك بتترفع بالقلم وبعدين بتبدأت تحط بقي الخطوط وفي العموم انا بفضل شغلة لحد اخر اللوحة بفضل شغلة برضو باخف يعني بخف حاجة عندي مش برغض عالقلم عشان اتقل التونات بتاعتي هي التونات اصلا بتتقلم انا بنتحط يعني بافضل بقى امشي سواء هامل او هافضل شغلة كله في اتجاه واحد بس اللي هي اللي في اتجاه واحد دي بتدي الشكل ناعم شوية فالقفضل طبعا احنا نشتغل الكروس هاتشنج بيدي خامة الجاف اكتر فهي بتبقى الطبقات هي اللي بتجيب لي التونات ممكن في المراحل الاخيرة شوية ابدأ اتقل ايدي علشان اجيب مثلا اللي هي اغم احاجة خالص لو انا عايزها يبقلونها اسود مثلا بنورني الجاف حاجة مهمة كمان في الخامات هي لون الورق او نوعها هنا انا اشتغلت على ورق في بريانو على الناحية النعمة منه للاسف ما كانش عندي ورق متانت بنفس الدرجة دي والناحية النعمة دي للاسف العيب بتاعها ان هي ما بتقبلش طبقات كتيرة ما فيهاش مسامات تقريبا يعني فانتو يعني انتو اشتغلوا على ورق متانت هيكون احسن لكم ولون الورقة مهم لانه احنا هنسمي ساحات بلون الورق واختيار لون الورقة عموما بيبقى راجع للتكوين بتاعك والالوان اللي موجودة فيه ايه وممكن نتكلم عن الحتة دي في مرحلة التلوين كده انا دخلت في مرحلة الدراسة ببدأ بقى اركز في التونات اللي موجودة قدامي آآ مين لي هركز على التونات اللي هي الغمقى والوسط يعني عادة بنبدأ الاول بالاماكن اللي هي الغمقى جدا وابدأ اشتغل فيها علشان ما اشتغلش في اماكن مسلا اللي هي التونز اللي هي الوسط وارجع بعد كده اكتشف مثلا هي غمقت مني بزيادة فلا انا ببدأ بالمناطق الغمقى جدا وبعد كده منها ببدأ ادرج التون على افتح في منطقة الوسط على افتح خالص لمنطقة الفتح انا حاولت عمل لكم زوم شوية علشان تحاولوا تشوفوا الخطوط وانا شغلة هو بس هيفضل يزوم اين ويزوم اوت كده شوية بعد كده الصورة هتزبط يعني هنا وانا شغلة الى حد كبير بتكون زي ما اتكلمت قبل كده ان هي بتكون الزاوية بتاعتي خمسة واربعين درجة وانا بظلل بس ممكن تلاقوني بعد كده مسلا بشتغل حسب اتجاه مسلا الحاجة يعني في التفاحة بدأت عمل زي خطوط ماشية بدوران شوية تاخد دوران التفاحة وبعد كده هرجع اهشر عليها تاني برضو بخطوط خمسة بني زاوية خمسة واربعين بحيث ان انا ادخلها كلها في بعض يبقى الخطوط نفسها متجنسة مع بعض حين مسلا بدأت افرق التونات الغامقة اللي موجودة اصلا في الغامق يعني هتلاقوا برضو ان الغامق في كزا درجة من من الغامق فراعوا ده وركزوا فيه وانتو شغالين ووفصلوهم برضو يعني هنا مسلا الغامق اللي هو بتاعي القلة في آآ درجتين فبفصلها بخط خفيف جدا وابدأ اشتغل واعمل التهشير بتاعي وحط طبقات فوق بعض هي كلها طبقات بس كلها طبقات خفيفة بتشتغل خفيف والطبقات هي اللي بتتقل التون ممكن في الآخر خالص ناقي نفسنا بنضغط سنة على القلم عشان نجيب منه تونات اتقل بس بنكون خلاص متأكدين ان هنا اتقل تون بس طول ما احنا شغالين هي عبارة عن طبقات الطبقات دي هي اللي بتتقل التونات بتاعتي هتشوفوا انا شغالة بروح وبعيد على نفس الاماكن تاني هي هي كأني ماشية في دايرة وبشتغل اللوحة كلها مع بعض دي اهم حاجة عشان ما لقاش حاجة وقعت مني او حاجة غمقت عن التانية هنا رجعت مسلا نفسي ااكد تاني على آآ خط الدل بتاعي او مكان انا تضل واقف فين بزبط وماشي ازاي ممكن يكون الخط تقل مني سنة بس بعد كده هتلاقوه مع التهشير خلاص أنا أراكم في رائع humans اشتركوا في القناة هنا مثلا انا عارفة ان اغمق حاجة عندي في اللوحة هو الضل اللي مرمي على الارض فببدأ اشتغل فيه واكد فيه هو الاول علشان هنا كان شوية الضل بتاع الارض والضل اللي موجود في القلة قريبين التونات بتاعتهم قريبة جدا لبعد فكنت بحاولي اركز جدا وانا شغالة في الحتة زي بحيس ان انا مفيش ميبقوش شبهة بعض جدا ولا برضو في نفس اتا لاقي مسلا ان القول لغمقت مني عن الارض هنا مسلا الفواتح اللي هي الفواصل الفواتح اللي موجودة في القلة زي الدوير والخطوط اللي هي بيبقلونها ابيض او على بايش كده شوية سيباها مش بعمل فيها تهشير دلوقتي علشان ما تغمقش مني من الاول لان استيل هي لازم تكون فتحة في الاخر خالص فانا ببدأ اشتغل من حواليها لحد ما اتأكد من الغامق بتاعي كله اللي حواليها وبعد كده ببدأ اهشر الجنب اللي هو الدل بتاعي القلة كله كأنه اللي يرتبقى كلها مع بعض مش فاصلة مش بشتغل مثلا اللي حوالين الفاتح بس او بشتغل حتة حتة زي ما انا بعمل دلوقتي لا بيجي في الاخر بعيدة عليها كأن جنب القلة ده كله حتة واحدة بحيس ان الخطوط كلها تتجنس مع بعض ما تبقاش حاسة ان انت رسمها او كأنك بتلون من حواليها يعني هنا في التضليل في الفواهة بتاعت القلة بس يمكن الفواهة دي زايدت مني شوية مفوتنا لما ايانيه في الطبيعي ما كنش على مستوى النظر اللي انا قاعدة فيه ما كنش شايفة كل الفواهة دي هي مفوت تبقى اقل من كده بس اوكي يعني مش موام تبقى اقل من كده بس اوكي يعني مش موام لو تلاحظوا انا سايبة القماشة اللي ورا اللي هي لطرحة اللي موجودة ورا في التكوين دي سايبها اخر حاجة خالص لان هي افتح حاجة فيهم فمش عايز اشتغل فيها علشان يعني ادوب حطة فيها اماكن الدل بس واماكن كسرات القماشة والكلام ده وبشتغل من حواليها عشان ابرزها الاول عشان اتأكد ان هي لو اشتغلت فيها بعد كده ما تغمقش مني زيادة لان هي فتحة جدا هنا في القماشة يمكن طريقة شغل اختلفت شوية زي ما قلتلكم في اول الفيديو ماشي شوية بتريقة اللي هي التسيح بس مش للدرجة بس بعمل خطوط كلها نعمة وإلى حد كبير بتكون كلها في اتجاه واحد يعني ما بمشيش عامل بعد كده عليها زي مسلا ما عملت في الخلفية او في القلة او في التفاحة مثلا بحيولي لحد كبير امشي مع اتجاه كسرة القماش نفسه امشي مع الاتجاه بتاعها لشان احقق الحركة بتاعة القماش بس ده مش شرط يعني حتى لو انت مشيت كروس هاتشنج بزاوية 45 على لير تانية 45 وهكذا هتعرف بردو تجيب نفس الكسرة هاي دي بس من طريقة انا بحب اعملها لكن مش شرط تمشي مع ديركشن الحاجة يعني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيني المفوض ان فيه في الخلفية وورا القماش ناحية النور كده الدنيا منورة جدا عن الخشب ده بس بردو فيه التونات هتبقى خفيفة خالص احطها علشان كمان القماش نفسه يبرز لقدام شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي المرحلة لانا فيها دي انا كده خلاص ببدأ ااكد على التونات بتاعتي خصوصا الى بقى كده على الغوامق بقى خالص وهبدأ بعد كده اسحب بقى الفواتح دلوقتي مثلا اهو بدأت تاخد الايه المنطقة الضل بتاعت القلت دي كلها كمنطقة واحدة بامشي بقى على الفاتح مع الغوامق علشان كلها تدخل مع بعضا ما تبقاش فصلة زي ما شرحت لكم قبل كده وخدوا قتوكوا جدا يا جماعة في المرحلة دي يعني اعتبروا ان انتوا فعلا مش هتشتغلوا خشب خالص خلصوا اللوحة كأنها جيف يعني في الاخر خالص هتحطوا لساعات بس يدوب او الاداءات اللي هي البسيطة بالخشب احنا كده تقريبا خلص انا خلصت كده مرحلة الجيف المرحلة دي او عموما شغل النهار ده كله هيكون هو رسم اكتر من انه تصوير فخدوا وقتكو زي ما قلتلكو يعني ما تستعجلوش انا الرسم اخرت مني وقت نراتي هوريكو بقى الرزولت الاخيرة كده احنا بدأنا مرحلة التلوين انا اخترت لون الورقة ده على حسب الالوان اللي كانت موجودة في التكوين بتاعي هتطلوكو صورته تحت لو حبينا سيبهولكو في الكاملس ممكن اسيبهولكو شفت ان اللون ده هيساعدني جدا في الدرجات القلة والتفاحة والقماشة حتى لو اللون ده مثلا مش هقدر اسيبه مثلا في التفاحة كلون موجود جوها بس هو هاعتمد عليه كأنه اساس كلون اساسي من تحت اقدر ابني عليه بعد كده درجات التفاحة من غير ما احط لي رز كتير من الخشب بدأت اشتغل على الفواتح والاسعة الاضاءة زي ما انتم شايفين كده برضو بضغط ضغطة بسيطة جدا مش برغط على القلم جامد واجيب باخر وقفل مسامي الورقة من الاول ببدأ احط بشكل عام كده الالوان اللي انا شايفاها بس برضو بيكون تركيز الاكبر هو على الهايلايت بس مثلا ما بدأتش بالابيض على طول الابيض عادة يعني بنسيبه للاخر خالص لما بنجي نأكد على الهايلايتس الجامد قوي ممكن احط ابيض في الاخر بس ما ببدأ اهيقله من تحت الاول بالافتح منه زي الاصفارات مثلا في التفاحة عما اشتغلت بالاصفارات الاول الابيض لما اشتغلت بي دلوقتي حطيت بس يدوب لسعة الاضاءة بس مفيديها ضغطة خفيفة جدا في الاخر بقى هبدأ اكد عليها عموما برضو في المرحلة دي يعني اعتبروا نفسكم انتو كأنكم بتحضروا برضو كده الفاتح يعني زي ما حضرنا الاول الغامق في مرحلة الجاف احنا هنحضر الفاتح هنا مش بامسك عنصر عنصر ادريسه لحد الاخر وبعدين امسك اللي بعده لا انا ببدأ ارمي في الفواتح بشكل عم طبقات خفيفة وبعد كده بارجع اعيد واكد بقى على التونات بتاعتي وممكن في الغامق برضو برمي فيه شوية الوان من اللي موجودة طريقة التلوين من الاعلام الخشب عموما بتبقى شوية شبه الاعلام الرصاص يعني ممكن تمشي تعمل ممكن تبدأوا تشتغلوا بطريقة التسيح يعني ترجع لكم مهم ان في الاخر ما تبقاش يعني تبقى في الاخر الخطوط كلها متجنسة مع بعض اللي بقى فيه هارميني يعني اماما في التلوين حالنا انا مش بحاول اكون درجة اللون اللي انا شايفها بالضبط قدامي على قد ما انا بحاول احقق الاداءات اللي انا شايفيها يعني مسلا انا عندي الاداء اللي انا حطها كانت صفرة فبدأت هي عكسة والاشارب اصلا نفسه او القماشة دي اللونها اصلا مدي فيها على اصفرات فبدأت اقرمي الالوان اللي انا شايفيها دي اللي اصفرات او الورنج اللي موجود والاكر نحية الهايلايت ونحية الغامق انا شايفة انه كان فيه انعكاس من على ازرقات او او موفات شوية من الارضية فبدأت حطها برضو في الغامق بشكل بسيط بعدين يعني هتلاقوا نفسكم بتشتغلوا المرحلتين مع بعض تشتغلوا في الغامق والفاتح سوا عشان اللي اتنين بيزهروا بعض تشتغلوا في الغامق حاجة مهمة بقى اللي ممنية نلون عموما ان لازم في الآخر خلص النتيجة النهائية حيث ان اللوحة كلها متجنسة مع بعض وده بيتحقق لما بتكون الوان كلها واقضة من بعض يعني يلاقي القلة واغضة من الوان التفاحة والتفاحة واقضة من القلة والقماشة وكله لازم يكون وايخد من بعضه aam وده في الآخر بنسميه ان هو بيدينا حاجة اسمها غنى لوني يعني مثلا زي ما انا عملت مثلا في الطفاحة في البداية بدأت تقرمي شوية من الوان Premier alpha وبعدها هبدأ بدأت برضو رميت فيها شوية من من اللي موجود في او اللون الطوبي اللي موجود شوية في القلة وكذلك عملت في القميش في ناحية الضل والاداءات برضو اللي انا عملتها اللي هي عكسة من من القلة وعكسة من الاداءة نفسها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشغل اللي بعمله في الغوامق ده عموما اللون ده انا ما استخدمتش اسود خالص لو حد شايفه اسود هي كلها في الغوامق استخدمت ازرقات وموفات وبعد كده ببني عليها سنة بطبقة البنية عشان يديني بس اللون اللي هو البنية المحروق شوية واكترها كان ازرقات بشتغل برضو كلها يعني بعد ما بأكد على حتة بشتغل برضو كأن الحتة زي كلها لير على بعضها عشان في الاخر تحصلنيها كلها متجنسة عبعد زي ما شرحت لكم في الجيف هنا كده بدأت احط الاضاءات اللي موجودة في القلة عشان ابرزها اكتر فبالتالي الغمق كمان بيبين اكتر بتاعها بتبدأ بقى تاخد الفورم تتجسم زيادة وما اتكتش قوي على فكرة في الهايلايت اللي حاطتها هو لون الورقة مساعد جدا هي بس مش مش بينة هنا هنا كده بدأت اشتغل باخدر غمق شوية من من لون التفاحة عشان يعكس شوية على القلة هنا كده اللون اللي كان تحت في القلة ده ما كانش لون ابيض هو كان لون بيج خفيف وبرضو سعيبة منه من مساحة الورقة من لون الورقة يعني كنت سعيبية وبعد كده بدأت اشتغل عليه بالابيض بحيس ان هو يديني بقى الاضاءة اللي هي القوية اللي ظهرة في القلة وهو اللون نفسه اصلا كان على ابيض شوية ممكن ترجعوه او تشوفوه في الصورة برضو بعدين بدأت اشتغل على الخلفية اللي وراء الغمقة حطيت فيها موفات وينبيتي شوية او محمر اللي هو الطوبي من من الوان القلة هنا بقى بأكد على الهايلايتس والانعكاسات تتلوان على الطرحة بدأت احط فيها شوية من الاخدارات والاصفرات اللي موجودة واكد على الهايلايتس اللي موجودة فيها والخلفية هنا برضو بدأت ترمي فيها الالوان اللي هي المنعكسة برضو من اللي حواليها اللي هي المنورة هنا كنت بأكد بس على الانعكاسات اللي موجودة في القماشة في الناحية دي هي الناحية دي ما كانتش واغدة لازعات اضاءة زي اللي موجودة جنب القلة فشوية كان مردود فيها انعكاسات غوامق شوية من القلة والتفاحة وعدين بدأت اشتغل على الارضية انا مش عايزة اكون لونها المزبوط اللي في الصورة انا مجرد عايزة بس الضي بتاع اللون اللي موجود ودين اكدت على الفواتح او الهايلايتس الجامد اللي موجودة في التفاحة وهارجع بعد كده ارد اللون بتاعها ده في البسيط قوي في القماشة واكد على اللون الازرق بتاع الارض وارده في التفاحة وخلاص في اللوحة هنا الالوان شوية غطت على الجاف اللي في القلة للأسف كنت مستعجلة فانتو بس راعوا ده وانتو شغالين يعني عشان ما ترغوش الجاف المفروض يكون هو الاساس يعني ما تكتروش الشغل في الغامع عموما الا لو بس تأكيدات بسيطة او يدوب يعني انعيكسات الالوان بس برضو بشكل بسيط جدا وحتى التلوين برضو انا اشتغلت باسلوبي انا بحب قردي الالوان وبحب اشوف ان فيه كونترست عالي في اللوحة بس انتو ممكن تكتفوا بس بس بلاساعات الاضاءة بتتشك بسيطة جدا في منطقة الفواتح كده نبقى خلاص خلصنا اللوحة يعني يا رب تكون عجبتكم وفتكم وما كنتش تقيل عليكم باي باي